استقبل سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية في قاعة التشريفات بمطار البحرين الدولي وفد المنتخب الوطني لألعاب القوى العائد إلى أرض الوطن بعد ختام مشاركته في بطولة العالم لألعاب القوى والتي نجح من خلالها بإحراز المركز الأول عربيا والثاني أسيويا والثاني عشر عالميا بعد تحقيقه لميدالية ذهبية وفضية وبرونزية بمنافسات هذه البطولة وبهذه المناسبة رفع السمو أسماعية التهاني والتبركات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وإلى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بعد تحقيق المنتخب هذا الإنجاز العالمي وأكد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة أن النتيجة المشرفة التي حققها منتخب ألعاب القوى تجسد الرعاية الفائقة التي أليها حضرة صاحب الجلالة الملك المفدة حفظه الله ورعاه للرياضة البحرينية وحرص جلالته أيده الله على دعم أبنائه الرياضيين في مختلف المحافل الخارجية وتهيئة مختلف الظروف أمامهم للتميز والتألق وأشاد سموه بالنتائج اللافتة التي حققها عداء البحرين في بطولة العالم ليشكل مفخرة للوطن منوها بما قدمته العداء سلوعيد من أداء رائع في نهائي سباق 400 متر السيدات لتفوز بالميدالية الذهبية وتحقق ثالث أفضل زمن في تاريخ السباق كما أشاد سموه بتميز العداء روز شليمو الحائز على فضية ماراثون السيدات وفريق التتابع المختلط الفائز بالميدالية البرونزية وقال سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة نعتز ونفتخر بما سطره أبطال وبطلات البحرين من ملحمة بطولية رائعة بحصادهم المتميز في بطولة العالم لألعاب القوى للرجال والسيدات ليقدموا صورة ناصعة بأم الألعاب البحرينية وما تتميز به من عناصر بارزة رفعين عالم بلادهم عاليا متسلحين بالعزيمة والإصرار ونوى سموه بالعمل الكبير الذي يقوم به اتحاد ألعاب القوى برئاسة السيد محمد عبداللطيف بن جلال ودوره البارز في رسم الخطط والاستراتيجيات والبرامج الخاصة بعداد وتهيئة جميع العدائين والعداءات الأمر الذي سهم في تحقيق ذلك الإنجاز العالمي مقدرا سموه جهود الوفد البحريني والطاقم الإداري والفني والطبي والإعلامي والذين كانت لهم جميعا بصمة في تحقيق هذا الإنجاز ترجمة نانسي قنقر